وجهت له اللوم على تخليه عنها حاول يشرح لها وجهة نظره نداها باسمها الاول فقررت انها تحتفظ بما تبقى من كرامتها ونهارته على اللي هو عمله ده لا نايس سيف يا أليسنت والله كده كرامتك راجعت بالكامل خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد وفي حلقة النهاردة حنائش أحداث الحلقة الخامسة من الموسم الثاني من مسلسل هاوسوف دا دراجين واللي حملت عنوان ريجينت ريجينت يعني الوسي ودي طبعا إشارة للأحداث اللي جرت في كينجز لاندينج واللي ممكن تعد أهم أحداث وأفضل أحداث في الحلقة دي حلقة النهاردة من الحلقات اللي طبيعي جدا تتظلم في الطريقة اللي احنا بنراجع بها مسلسل زي دا بأن احنا نمسك كل حلقة ونقعد نفسص في كل أحداثها بينما الوحدة المعقولة للتقييم لأي مسلسل هي الموسم على بعضه أه طبعا مش لطيف أبدا من أي مسلسل أنه يطلب منك تستنى لغاية نهاية الموسم علشان تقيمه بالكامل وبيبقى مهم جدا أنه هو يوازن حلقاته ما يدينيه الشعور بأن احنا في حالة سقوط وطبعا الموسم التاني من المسلسل هاوسوف دا دراجين أبعد ما يكون عن ذلك أنا هنا في النقطة دي بيتكلم عن مفهوم تقييم المسلسلات بشكل عام لأن موضوع تقييم كل حلقة لوحدها دا ما بيحصلش تقريبا غير في المسلسلات إلا على هذا المستوى من الأهمية ودي طبعا قائمة قصيرة جدا يمكن في تاريخ المسلسلات كله بتضم أربع خمس مسلسلات مثلا فلذلك لما نيجي نتكلم عن الحلقة دي بشكل منفصل حنقول كلام شكله كده مش إيجابي حلقة مش ساخنة قوي على مستوى الأحداث ما فيهاش تضحيات والمرة دي تقريبا فعلا إطلاقا مواقف أغلب الشخصيات من بعد في الحلقة دي مباشر أكتر من اللازم تحس إن الشخصيات في الحلقة دي جاية تفتح قلبها بتتكلم بصراحة حتى وهي بتجدب ناقص تقول لك أنت كمشاهد على فكرة أنا بشتغلهم في عدد من المشاهد ما عجبتنيش على المستوى الإخراجي وخصوصا في نقطة سياق توظفهم جوه الأحداث بتاعت الحلقة في طبيعة أحداث ما كنتش معجب بيها وتكلمت عنها بشكل صلبي في الحلقات اللي فاتت مكملة معنا في الحلقة دي وعلى ما يبدو كده إحنا ما قربناش من نقطة نهايتها عموما زي ما بقول لكم دايما في مناقشات الموسم ده بالتحديد أنا ببتدي بانطباعاتي بناء على المشاهدة الأولى وبعدين ببتدي أسترجع أحداث الحلقة معاكم وأنا بصور وبعمل ده وأنا منفتح تماما لإمكانية إن انطباعي الأول يكون غلط وأنا ما زلت منتظر المرة اللي حتلاقوني فيها بتكلم كلام في نهاية الحلقة مش شبه الكلام اللي كنت بقوله في بدايتها وأتمنى من كل قلبي إن ده يحصل في الحلقة دي اللي زي ما قلتلكم رغم إن الكلام عنها حيبان زي ما يكون سلبي ولكن بكل تأكيد أنا مش قصدي أقول إنها حلقة وحشة في نهاية الموسم ممكن نلاقي نفسنا بنقدر دورها في الأحداث جدا خصوصا وإننا لسه خارجين من أطخم معركة في الموسمين لحد دلوقتي فمن المقبول جدا إننا نهدي اللعب شوية ويمكن كمان لمدة حلقتين مفيش مانع كلامنا في الحلقة دي بكل تأكيد حيكون بحرية حرق ويلا بينا ندخل في التفاصيل أحداثنا بتبتدي من دريفت مارك وبنعيش مع كورليس لحظات الحداد على خسارة رينيس وعلى فكرة بدري بدري كده يمكن يكون ده سر شعوري السلبي تجاه الحلقة على مستوى الانطباع الأول إن دي حلقة لا فيها أوتوهاي طاور ولا فيها رينيس وأنا شايف إن المسلسل بياخد مخاطرة كبيرة قوي بإن شخصيتين زي دول يغيبوا عن كل أحداث الحلقة بمنتهى الأمان أنا مش قادر أفتكر إذا كان ده حصل في الموسم الأولاني ولا لأ بس اللي أنا متأكد منه هو إنهم سيبين فراغ كبير قوي فراغ على مستوى جاذبية الشخصية وقدرتها على التفكير والتخطيط مفتقدين لأداء اتنين من أفضل الممثلين اللي في المسلسل مفتقدين حتى لجمالهم الحوارية زي ما يكون الممثلين الكبار دول يا جدعا بيتكتب لهم كلام غير اللي بيتكتب للباقي يعني أنا أتصور إن ريس إفنس دوت الحاجات اللي بيقول هداية مفيش حد تاني في المسلسل كله يقدر يقولها لذلك أتمنى ومن كل قلبي إن قوتوهاي طاور يرجع من الحلقة اللي جاية إشارات مفجعة ومؤرفة للحلقة الاقتصادية اللي موجودة في كينغز لاندينج تمهيدا لعودة الجيش من معركة روكس راست اللي أنا في الحلقة اللي فاتت كنت مصمم إن اسمها روكس ناست طبعا مش عاوز أبقى عينة دي يعني بس أنا حاسس إن الإسم بتاعي أجمد وعلى الأقل يعني ليه معنى في موكب العودة دي كريستون كول بيقرر يستعرض برأس ميليس تينين ترينيس المقتولة وزي ما بنشوف ده بيجيب أثر عكسي عند الناس لسه متشبث بإن اللعبة على وطر مشاعر الشعب في الموسم ده ممكن ينتج عنه حاجات كتير كويسة ولكن لغاية دلوقتي مش قادرة أقرر أو أتوقع النية الحقيقية هل ده مجرد بناء وإعداد لموقف شخصية واحدة أو عدد محدود من الشخصيات ولا فعلا حنشوف على أرض الواقع إذا كانت المشاعر السلبية أو الإيجابية لعموم الشعب حيبقى الهوزن عندنا كمان استمرار للطبيعة المنتقدة دائما لأخو أليسن اللي بيوضح لكريستون كول بأن انتصار وفروكس رست لم يكن انتصارا كاملا عدم المؤاخذة لولا تيشرت منتخب إنجلترا اللي أنت لابسه ده الكرة دي ما كتش تتحسب ضربة جزاء أبدا يعني وعلى هامش الموكب بيتم إعادة الملك مرة أخرى إلى قصره بدون الكشف عن حالته الحقيقية اللي محدش يعرف حقيقة مسبباتها إلا بيب جوارديولا وسلومة لعور والست والدة سلومة لعور طبعا عندها شكوكها اللي سلومة شخصيا ما بيبذلش أي مجهود عشان يحاول يتهرب منها وأخيرا بيتم الكشف عن حقيقة وضع الملك وهي حالة منيلة بستين نيلة الراجل اتحرق والدغدغ ولكنه لسه على قيد الحياة ودي نتيجة أنا شخصيا قابلها بعيدا عن المرجع والكتب والحاجات دي كلها أنا كنت حابب إنهم يموتوا الشخصية بس لو الشخصية حتستمر معانا مع الحفاظ على نتيجة منطقية للي احنا شفناه في نهاية الحلقة اللي فاتت فأنا تمام عجبني كمان الحفاظ على الحالة العملية داخل القصر رغم المأساة اللي هما بيقابلوها يعني احنا هنعالج الملك أكيد بس هل ده معناه ان احنا ما نتغداش؟ يعني الكرومب اللي انا نقعه ده وت لو ما تحشاش دلوقتي مش هيتاكل على صعيد الجدية المشهد ده حلو فعلا مشهد ايه من ده هو بيرائب نتيجة أفعاله وهو مجرد تماما من أي مشاعر جامد جدا واستمرارا لحصة التدبير المنزلي اللي احنا عايشين معها في الحلقة دي بنروح لكريستون كول وبنشوفه هو قطع نص لامونة وبيخلطها بكربونات سوديوم عشان يلمع السيف بتاعه أليسن بتحاول تتبين حقيقة اللي حصل في روكس رست ولكن كريستون كول بيصمم على استكمال طريق الاستعباط لغاية النقطة دي اللي حصل في كينجز لاندين كله تمام جدا معايا نتيجة طبيعية اللي احنا شفناه في الحلقة اللي فاتت رفع حدة التوتر والدخول في موجة جديدة من المواجهات مواقف الشخصيات بتتبدل وموقف كريستون كول بيشوبه المطلوب من الهموم مقدرش أقول نفس الكلام بقى على اللي بيدور بعد كده في دراجونستون سير ألفريد لسه عمال يلوش في رينيرا وكل ما تيجي تواجهه يروح واخد خطوطين لورا رينيرا نفسها أسلوب مواجهتها ما اكتسبش اللي احنا كنا منتظرين ومن شراسة آه هو دلوقتي اختيار الحرب بالنسبة لها بقى مباشر واختيار السلم ده بقى كلام فارغ ولكن كنت عاوز ده ينعكس على حدة أكتر في شخصيتها هو ده التطور الطبيعي اللي احنا مستنيينه علشان نشوف نغمات جديدة في التكسيد ولكن لسه نفس حالة التوتر ولسه نفس حالة التهتاة حاسساً الكتابة في الموسم ده معطلة رينيرا شويتين جلسة مؤتمر الخريطة الحرارية المرادة كله على بعضه ملوش أي معنى احنا زعلنين وبنقل أدبنا وعاوزين نرد على اللي حصل ده بهجوم مباشر على كينجز لاندنج طيب تمام عاوزين كده انا كمالكة لازم اللي قوم بالهجوم ده لا والله ماينفعش احنا ما نقدرش نخاطر بيك يا ابني ما انت من شوية كنت بتقل أدبك عليها أصلا حنعمل ايه يعني حنروح نتعقد مع تنين أفريقي سوبر يروح يضرب الجديد نسبياً وبشكل مقبول هو تطور موقف جيس اللي زهق خلاص من كونه ملوش أي دور محسوس وبتدا يفكرني بواحد صاحبنا كده وهو بيقول أنا لازم يبقى لي دور أنا معملتش أي حاجة فيت بيها البشرية أهيانة ياما فاهميني ونتيجة حواره الطويل مع بيله هو انه بيقرر يروح يتفاوض مع الفريز يعني انت متضايق علشان عاوزين يحموك وانك ملكش دور وقررت تتمرد بقى وتروح تتفاوض ماشي يا جماعة دي خطوة ممكن تكون منطقية في إطار الأحداث بس احنا دلوقتي في الحلقة الخامسة من تمن حلقات ده الوقت المناسب ان احنا لسه نتعرف على شخصيات جديدة بمنتهى الأمانة رحلة جيس من النقطة ديت لغاية آخر مشهد في الحلقة أنا ما فهمتهاش فريز وتوينز وهيرن هول هو فيه كم واحد بتكلم على هيرن هول دي يا حصرتك يا ديمان انت لسه شغال في أعمال التنكيس والترميم وقبل ما تخلص هتلاقي خمسمية بيت داخل عليك بعفشه وبالفعل في المشهد التالي مباشرة بنشوف ديمان على التنين بتاعه وهو بيحاول يهق البراكنز ولكن البراكنز ما تهققوش وهو طلع بتاع كلام على الفاضي فرح زقق عليهم البلاك وودز ان هما يعملوا عليهم أعمال إرهابية أنا آسف واحد من أخيه بمشاهد الحلقة دي النقطة اللي بتخليني أفتقد أوتوها يطور لما سقف التخطيط في المسلسل يصل للدرجة دي يبقى أنا مفتقد أوتوها يطور رينا برحلتها المدرسية وصلت أخيرا عند جين أرن ودار ما بينهم حاجة كده بنرجع بعد كده لدرجون ستون عشان نشوف لحظة ميلاد خطة جديدة بتهندسها ميساريا واه بالنسبة لتشكيل الشخصيات اللي معنا دلوقتي ميساريا هي سقف الذكاء وحتى الخطة دي لما بنجري شوية وبنوصل لنهاية الحلقة بنكتشف انها لم تكتمل مش لم تكتمل يعني فشلت لم تكتمل يعني لسه هنشوف كمالتها في الحلقات اللي جاية ده تمام ما عنديش معاه مشكلة طب على الأقل نفهمها نتحط في كورسي كده أقدر أحكم منه إذا كان عجبني اللي بيحصل ولا لأ قرار على مستوى الكتابة والإخراج برضو ما دخلش دماغي وفي نفس الوقت بيدعم أكتر فكرة أني ماينفعش حاسب كل حلقة لوحدها دايما يعني آدي خطة من خطوات كتير جدا ممكن تمتد لغاية حلقتين ويمكن كمان تلاتة في النهاية حعرف أقيم إذا كان عجبني اللي أنا شوفته قبل كده ولا لأ ولكن عشان أكمل التقليد بتاعنا وأنا بتكلم على الحلقة دي اللي شوفته من الخطة دي صفر له بالسالب وله بالموجب لو في جانب عجبني فيها فهوة كمان مرة إنه بيلعب على وطر الشعب أتمنى خط الخطة دي يلتقي مع اللي أنا منتظره من خط اللعب على وطر الشعب ونلاقي في الآخر مكافأة حلوة بنفضل في دراجون ستون بنشوف رنيرة وهي بتكلف بيلا بإنها توصل رسالة لجدها الغرض من ده كله هو محاولة اختراق حق الأحزان اللي بناه كورليس وإقناعه بقبول منصب يد الملكة مشهد حواري متوسط ما بين رينيرة وبيلا تبعه مشهد حواري طويل نسبيا ما بين بيلا وكورليس عشان نلاقي نتيجة في تقدير الشخصي كان ممكن نوصل لها في زمن أقصر من كده بس بكل تأكيد ما كانتش مشاهد وحش عودة مرة أخرى لأفلام الرعب من بطول الديمن وهو ده اللي قصدته بطبيعة الأحداث اللي ما كانتش داخل أدماغي من قبل كده واللي مش عاجبني إنها طولت لحد النقطة دي إشارات ونبوءات معرفش ده كنا حنستفاد منها في النهاية ولا لا الإشارة المتكررة الأطمع ديمن وعدم اكتفاقه بدور الرجل التاني نقاش الألقاب المستمر كل ده أنا ما عنديش معاه مشكلة بس بقى مكرر جدا واه مرتين ثلاثة داخل موسم كله على بعضه ثمان حلقات كتير جدا الأحداث الأفضل في الحلقة هي اللي حصلت بعد كده في كينجز لاندين في مناقشات غرفة الاجتماعات صاحبة البينبورد لاختيار الوصي على العرش أثناء غياب إيجون بدعي إصابة هنا أطمع العرش بتزيد شوية وممكن تدينا صورة جديدة للأحداث بشكل عام إن المسلسل ده أحداثه ما بتدرش حول صراع ثنائي فقط على العرش ما هواش إيجون مقابل رينيرا ديمان عنده أطمعه الشخصية في العرش ديمان عنده أطمعه الشخصية في العرش أليسنت شخصيا عندها أطمعها الخاصة في العرش وفي لحظات انتهاز الفرص الوجه الحقيقي لكل الناس دي بيظهر لذلك التعبير عن لحظة نهم أليسنت وانقضاضها على العرش كانت لحظة كويسة جدا ورد فعل المجلس حواليها رخر كان جامد جدا اللي هو حقيقي إحنا مش مصدقين إنك اندفعتي بالشكل ده أنا محرج لك ومكسوف لك وأتمنى ما كبسكيش ولكني بكل تأكيد حكبسك والكابسة جت لها من كل النواحي بما فيهم لارس والمبهر إن إيمند أثناء الكابسة دي كلها كان قاعد ساكت ما فتحش بقه هو قام بس بمنتهى الهدوء سحب البليا من الأسعى وقاعد على الكورسي وهنا بنوصل للقطة الاختيار الإخراجي الأفضل في الحلقة في تقدير الشخصي لما مدولات المجلس كلها بتنتقل للخلفية الصوتية وبنعيش اللحظة من منظور أليسنت شعورها بالإحراج والإنهزام وتعرضها للقمع الذكوري المباشر من الجميع حقيقي مش هدراءها فهمنا من حضراتكم إن شخصية هيو هامر مش مجرد ممثل لنبض الشعب وإنه شخصية مهمة ومقدر لها شوية حاجات كده مش عاوز أحرقها للناس اللي ما تعرضتش للمعلومات دي الحوار التالي في كينجز لاندين جامع أليسنت بكريستون كول وجهت له اللوم على تخليه عنها حاول يشرح لها وجهة نظره نداها باسمها الأول فقررت إنها تحتفظ بما تبقى من كرامتها ونهارته على اللي هو عمله ده لا نايس سيف يا أليسنت والله كده كرامتك رجعت بالكامل خلاص بنعيش بعد كده مع أفراد الشعب ومع هيو هامر تبعات قرار إيمان بإغلاق المدينة لأنه مش عاوز يضعف موقف عائلته ومش عاوز يصنع متمردين جدد قرار في الصورة الكبيرة يفتقد للكثير من المنطق اللي هو مفيش لأكل ولا شرب بس كلكم حتقعدوا تطليطوا معايا هنا كنت أتمنى في النقطة دي أني أبتدي أشوف درجة من درجات الحكمة في التعامل الاقتصادي بقى يعني هو المجلس ده كله ارتضى بالحالة الاقتصادية وبالمجاعة الوشيكة دي وخلاص توقعي أن كل ده بناء من أجل التوصيل للحظة العاصفة وصاحب العاصفة من الواضح أنه هو هيكون هيو هامر كنت بس حابب أن خطوات الوصول للحظة دي تكون منطقية أكتر من كده بعد كده اجتماع جيس بالفريز اللي زي ما قلت مش فاهم أغلب أبعاده ومش عايز أفهمها حاجة الوحيدة اللي عجبتني في التسلسل ده هو التجربة البصرية لموقع الاجتماع جلسة في منتصف الكبري حلوة الحقيقة حوار مطول ما بين ديمن وما بين أليس ريفرس حول فلسفة الحكم وموقع الحاكم وشعور الشعب وأنا اتفرقت عليهم بكل انتباه ولكن للأسف ما قدرتش غير إني أفكر في حاجة واحدة حد غير يشاكك أن أليس ريفرس دي كلها على بعضها شخصية وهمية حاجة كده من نسج خيال ديمن وجزء لا يتجزأ من فيلم الرعب اللي احنا عايشين جواه طبعا في الأغلب حاطلع غلط ولكن أنا بحاول قطفي أي شكل من أشكال الإطارة اللي بيحصل ده صر حلمي بكر الله يرحمه اللي مش عاكبه أي حاجة بيتم الاستعانة به من قبل رينيرا من أجل التفاوض مع ديمن جزء على ما يبدو من الخطة اللي رينيرا اتفقت عليها مع مساريا زي ما قلت دي لعبة كده محتاجين نستدى نهايتها عشان نشوف إذا كانت عجبانة ولا لا خطة ديمن بإطلاق اليد الإرهابية للبلاكودز من أجل استمالة البراكنز بتنفجر في وشه والمزيد والمزيد من التهيئات كتير شوية مشهد أيمند وهلينا أمام العرش مشهد شاعري جدا ولكنه مقتضب جدا 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 كنت أحب أشوف نقاش كنت أحب أشوف نبوءة كنت أحب أشوف تبرير للموقف أو حتى تعالي على السؤال ولكن السؤال نفسه في النقطة دي ملوش معنى هو لسه ملحقش ينعم بنتيج خطته مطلوب مننا إيه في النقطة دي بس إننا ننبهر بإنهلينا كشف المخطط بتاعه برضو قرار إخراجي داخل سياق الأحداث أنا مش من كبار المعجبين بيه لحظة إيه جون وهو بينادي الأمه مش عارف المفروض تكون بتعبر عن إيه بالضبط إن شفاء إيه جون هيكون أسرع مما كنا متخيلين تعقيب رمزي عن طبيعة العلاقة ما بينهم ما بين أمه مش عارف ومش متدايق وختاماً بلقاء جيس مع أمه اللقاء والحوار اللي لي نتيجة واضحة ضرورة البحث عن فرسان للتنمين المتاحين نقطة الالتقاء المتوقعة مع بعض الشخصيات اللي تم تقدمها ولسه مش فهمين لها غرض لحد دلوقتي حوار ذكي ولطيف ما عجبنيش قوي إن في بداية ورينيرا كانت منهزمة شويتين ومسلمة للأمر الواقع كنت متوقع إن نقطة البداية بتاعتنا المفروض تكون صراعة أكتر من كده شوية ولكن الختام بينبئ بحركة كويسة في الأحداث متوقعة في الحلقة الجاية إن شاء الله للأسف انطباعي بعد ما عبيت على كل مشاهد الحلقة ما اختلفش كتير عن انطباعي بعد أول مشاهدة حلقة كانت هادية قوي الأحداث تقدمت فيها إلى حد ما ولكن شبهة برضو الكثير من التكرار شبهة قلة التعرض للشخصيات الذكية شبهة ضعف بعض القرارات الإخراجية وقلة المشاهد المبهرة بصرياً مش شايف إنها في المطلق حلقة وحشة ولكن وإحنا بنصمم على تقييم كل حلقة بشكل منفرد فهي بكل تأكيد أقل حلقة في المسلسل لحد دلوقتي بالنسبة لي وتقييمي لها هو 7 من 10 ده رأيي وده تقييمي ودول انطباعاتي في انتظار أراءكم وتقييماتكم وانطباعاتكم في التعليقات ومعها كمان أي توضيحات تحبوا اضفوها لأي شيء ممكن أكون مفهمتوش بالشكل الصحيح وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار ولايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجد لكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وأكس وإنستجرام وتيك توك وبي باي ترجمة نانسي قنقر